بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثالث من الفصل الخامس لمكرر هندسة البرمجيات في الجزء ده يا جماعة نتكلم عن موضوع اسمه Context Modeling أو النمزجة Context أو Situation لمواقف يبقى ده أحد أنواع النمازج يا جماعة اللي احنا نتكلم فيها مع بعض اسمها Context Situation Models طيب معنى إيه الكلام ده يا جماعة بيقولك إيه بيقولك أحد أنواع النمازج اللي احنا ممكن نشوفها لنموذج الموقف وده بيوضح إيه بيوضح عمل النظام وإعلاقته بمين بيه الأنظمة المحيطة بيه وبين البيئة المحيطة بيه بنسمي البيئة المحيطة بيه دي بنسميها System Boundaries أو الحدود السيستم معايا إذن بنقول مع بعض كده إن ال Context Models are إيه بقى هه are used to illustrate يعني describe the operational وظيفة ال Context System وظيفة السيستم بيه بقى جماعة بـ allies outside أو الحدود الخارجية وعلى فكرة يا جماعة دايماً المؤسسات أو المؤسسات التنظمية والاجتماعية اللي أنت بتعمل لها النظام ده دايماً بتبقى عنها دايماً على البيئة المحيطة بيها والحدود المحيطة بيها يعني السيستم ليه عملاك تتفاعل إزاي مع النظام؟ معاي؟ ولنفرض مثلاً أنها مؤسسة مثلاً على سبيل المثال بتخدم مثلاً على سبيل المثال مرضى مثلاً على سبيل المثال مرضى زي مستشفى بتخدم مرضى إزاي تتفاعل مع المرضى دول وهما من خارج النظام؟ معاي يا جماعة؟ إذن دايماً عينيها عين المؤسسة اللي أنت بتعملها النظام على الـ Boundaries المحيطة بيها؟ طيب بنقول كده مع بعض إن الـ Social and Organizational Concerns بقى إيه؟ بيهتموا بإيها يا جماعة؟ بالـ Affect the decision on where the position system boundaries طيب يا شباب بنقول مع بعض إيه بقى كمان؟ بنقول إن الـ Architecture Models المودلز الهيكلية اللي احنا بنعملها ديها يا جماعة اللي احنا أحد أجزائها اللي هي الـ Context Model بنقول إنها بتعبر عن علاقة النظام بالأنظمة الأخرى ما احنا اتفقنا بالـ إيه؟ بالبيئة المحيطة يبقى بالأنظمة الإيه؟ الأخرى طيب تعالي نشوف مثال مع بعض تعالي ناخد مثال الـ Minton Health Secure الـ Context Model بتاعي يكون إيه؟ تلقوا وقع يكون إيه؟ أكيد الأنظمة المحيطة بيه أو الأنظمة اللي إيه هي؟ بتساعده أو الأنظمة اللي بتخدمه مش كده؟ طيب إيه الأنظمة اللي ممكن الـ Minton Health Secure يستخدمها؟ تعالي نشوف مع بعض يا جبب Patient Record System آه ممكن تلاقي كمان بيتفاعل مع نظام أو بيتعامل مع نظام لـ إيه؟ لتسجيل بس بيانات المرضى ده أحد الأنظمة الخارجية اللي هو إيه؟ بيتعامل معها إذا ممكن نقول بقى في الحالة دي إيه؟ هو Boundary هو إيه؟ محيط بهذا مين؟ بهذا النظام الأساسي اللي إحنا بنتكلم عنه لـ Minton Health Secure إيه كمان الأنظمة اللي إنت ممكن تشوفها؟ Admission System أنظام تسجيل Prescription System نظام توصيف للعلاج Appointment System يعني إيه؟ ها تحديد موعي وإيه كمان Management Reporting System وإدارة مين ها؟ إدارة التقارير وستاتيستيكس ونظام كمان خاص بس بالـ Health Secure Statistics بإيه؟ إحصائيات على الحالة المرضية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته